بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين والصلاة والسلام على شرف المرسلين اما بعد النهاردة يا جماعة فكرة خفيفة ان شاء الله تعجبكم فكرة النهاردة هي مش جديدة ولكن في ناس كتير من متابعين تواصلوا معايا وكانوا نفذوها هي الفكرة موجودة عن نت ولكن نفذوها وفشلت معهم النهاردة هعملها بازن الله قدامكم وان شاء الله الطريقة تكون سهلة ونجحة وبين لكم برضو المشكلة اللي كانت فيها بنجيب اللي هي العيلة بالسبري طبعا دي عيلة بالسبري فاضي عوما ليه انا فيش مشكلة فيها مفيش عيلة بالسبري زي دات ممكن اللي هو البرطمنات الصفيح اللي هي المعروفة ديت هدقها هو الرهلكم دلوقتي وهنجيب اسمنت صافي بدون رامل وهنبدأ نعمله بنفس القوام ده اللي هو السائل او اللباني بعد كده بنجيب الحبل ده جماعة هو اللي كان المشكلة الناس كتب بتستخدم الحبل اللي هو الغسيل البلاستيك طبعا الحبل الغسيل البلاستيك ما ينفعش لانه هو مش بيمتص الاسمنت فبالتالي الاسمنت مش بيمسك فيه فطبعا بيسيب يعني بعد ما بينشاف اصلا الاسمنت بتلاقيه بيتفتت منه لوحده فضروري يكون الحبل اللي انتوا شايفينه ده يكون حبل او من الالياف يعني يكون فيه الياف عشان خطر الاسمنت يمسك فيه دي كانت المشكلة اللي كانت بيتواجه برضو ناس كتير اه في الموضوع ده لان اكتر من حد بعتلي الشكل بعد ما خلصه كان بيعاني من الموضوع ده فاخدوا بالكم لان الاسمنت ليه حاجات معينة بتمسك فيه مش كل حاجة يعني الزجاج ما بيمسكش الاسمنت ما بيمسكش فيه اه البلاستيك مش كل الانواع البلاستيك وفيه حاجات معينة بتتعمل للبلاستيك عشان يمسك فيه فالموضوع بيجي كده يعني اه بنبدأ ان نلف الحبل بنفس الطريقة طبعا بنلف ورا بعده ما منسيبش فراغات وضروري يكون الحبل كله يعني شرب اسمنت كفاية عشان خاطر يمسك في بعضه اه زي ما قلت ممكن العلب بتاعت اللي هي بتاعت الالبان او العلب اللي هي بتاع الصاج اي علب عندك او علب بلاستيك بس يتكون قوية عشان لما تلف الحبل عليها ما تنتنش كده وكده تكون بديل العلب اللي هي علب الاسبري دي طبعا لعندك علب بس بريه حتى جديدة ما فيهاش مشكلة الاسمنت دي بعد ما بتخلص بتتمسعها دي ما فيهاش مشكلة بتلف بنفس الطريقة وعايز تعملها دايرة وعايز تعملها مسلسة او مربع وكل الحاجات دي بتحكم فيها في الاول وانت بتلزع اللي هي العلب ديت في بعضها تمام بعد كده بتبدأ تطع زيادة وبتلفها بعد كده بتبدأ تحط الرمل الرمل اللي هو اي رمل عندك رمل طريق او رمل ناشق ما فيهاش اي مشكلة ان شاء الله تمام بتفرده بنفس الشكل بحس ان انت تسيب طبع حوالي 2 سنتي الطبع ديت هنحط فيها اللي هو الاسمنت اي طبعا اسمنت ابيض واسمنت اسمر مافيش مشكلة كان الاسمنت الاسمر خلص عندي فحطت اسمنت ابيض ده و ده كله هيمس كويس بتفرض من نفس الطريقة وبعد ما بينشف بعدها بربع ساعة بتعمل 3 خرام فيه هيبانوا دلوقتي هيتصهر لكم الشكل خلاص او الاسمنت كده خلص او الاسمنت نشف بنفرض الرمل اللي هو الزيادة وبنبدأ ننظف من جوه التلات اخرامهم وتجمع بينين جوهم ده ضروري جدا عشان الزيادات بتاعة المية تنزل منها بعد كده بتبدأ تخدمها من جوه تتهم لول شوية مية او اسمنت اللي هو اسمنت لباني وبعد كده بتحط اسمنت وبتبدأ بسكينة المعجون بتبدأ تفرد على فوق او باي حاجة مش شرط سكينة المعجون الفكرة كلها ان انت تخدمها من جوه طبعا بعد ما بتنشف بتكون صلبة قوية جدا خلاص يا كده انا شفيت بعد كده ودها اللي هو اللون الاسمر ده اللون اللي هو الورا طول طبعا الالوان ديت كل واحد براحته ممكن تعملها تلات الوان ممكن تعملها لونين طبعا كل واحد على حسب اللي هو عايزه ممكن تدقى ابيض وتشدها لازق ممكن تحط كزا لون وتكبها عليها من فوق او من الجنب بحيث ان انت تتغير في شكل اللون انا هنا استخدمت اربع الوان الوان كلها مائية استخدمت الدهب والنحاسي والموف والفضي ببدأ ابتن بيهم بنفس الطريقة حتى اتلول الدهب بعد كده النحاسي بعد كده الموف وبعد كده اخر حاجة اللون اللي هو الرصاصي او الفضي طبعا الرصاصي او الفضي بيطلع بابيض ويسنة صغيرة اسمر بيطلع معك الفضي وبالنسبة للورا طول الوان كلها جازة بالنسبة للدهب وبالنسبة للنحاسي دي الوان مائية كده خلصت الفكرة على خير هساب لكم الرابط باذن الله بتاع الشكل اللي جنبه ده في صندوق الوصف حاجات بسيطة ومختلفة وشكلها جميل جدا ان شاء الله تكون استفدتم الفيديو وباذن الله هيكون معنا افكار جديدة تابعونا على القناة وما تنسوش اللايك والشير وياريت تفعلوا زر الجرس ضروري عشان نوصلكم الاشعارات الجديدة ياريت كل الناس اللي مشتركة في القناة تتأكد انها نفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلها الجديد اول باول وياريت تشوفوا الفيديو اللي في اخر الفيديوهات اللي في اخر الفيديو ده هتلاقوا اربع فيديوهات كده اتفرجوا برضو عليهم اللي ما شافهمش ومستنى تعليقاتكم اي حد عنده سؤال او استفسار او اي حاجة اي سبها الف كومنت وان شاء الله هرد عليه شكرا لحضرتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر